بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة النهاردة بالتأكيد فيها تفاصيل جديدة وفيها أخبار ومستجدات على الساحة الرياضية وقدر الإمكان كل يوم بنكون معاكم على هواة مباشرة من خلال برنامج التريند بنحاول قدر الإمكان نعرف لكم كل المستجدات والجديد في الموسم المقبل اللي خلاص بإذن الله على مشارف البداية خاصة مع انطلاق تدريبات النادي الأهلي يوم الخميس المقبل حلقة النهاردة فيها تفاصيل مهمة جدا وعندنا أخبار جديدة وعندنا موعيد لبعض البطلات اللي الأهلي على مشارف الاستعداد والمشاركة فيها خلال الفترة اللي جاي كالعádة كل يوم معانا جديد وكل يوم معانا خبر جديد خاص بالنادي الأهلي للمرحلة القادمة ولكن بسرعة عشان كالعادة الحلقة دا سمي وفيها تفاصيل كتيرة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة سؤال حلقة النهاردة عايز اعرف من وجهة نظركم افضل شكل لبطولة الدوري المصري في ظل ازدحام اجندة الموسم المقبل بدأنا يا مسابت باقتراحتكم لتطوير منظومة الكرة المصرية امبارح اتكلمنا عن تطوير منظومة التحكيم النهاردة وجهة نظركم الدوري السنة الجاية يتلاقب ازاي هل دوري من دورين كما هو المعتاد دوري من دور واحد دوري مجموعتين كل واحد يدخل ويشارك ونسمع ونقرأ ونشوف وجهة نظركم عشان نستعرض كل ده في الفقرة الاخيرة من برنامج الترند جمهور الاهلي جزء لا يتجزأ من المنظومة وبالتالي مهم جدا نسمع ونقرأ اراءكم بشكل يومي من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا سواء صفحة القناة على الفيسبوك او تويويتوير او حتى انستجرام لكن بسرعة نروح لأهم العنوي في الترند الاهلي كولر يعود للقاهرة غدا وفي الترند المحلي استبعاد تريزي جي من قائمة المنتخب وفي الترند العالمي ليفربول يرفض رحيل محمد صلاح اخيرا يعني تم حسم الامر واستمرار محمد صلاح في صفوف ليفربول خلال الموسم الجاري صلاح عنده تحديات الموسم ده مع فريق ليفربول فبالتالي مش من مصلحته او هو شايف ان الافضل الاستمرار فيه بريمير ليك في الدور الانجليزي خلال الفترة اللي جاية نتمنى التوفير لصلاح والف مليون سلام على تريزي جي للأسف لن يكون في قائمة منتخبنا خلال اجندة شهر التسعة طيب جولة مباراة اليوم والنهاردة استكمال لباقي مباراة الدوريات الاوروبية والبداية من الدور الانجليزي الساعة العاشرة من مساء اليوم كريستال بلس بيستضيف ارسرال الدور الاسباني الساعة تمانية من مساء اليوم ديبرتيفو الفيس بيستضيف اشبلية والساعة عشر ونص غيرناطا بيستضيف فاريو فاليكانو الدوري الايطالي الساعة سبعة ونص تيرينو بيستضيف كالياري والساعة العاشرة اللاروبا بلونيا بيستضيف الميلان نتمنى يا رب مشاهدة ممتعة في الدوريات اليوم سواء الدوري الإنجليزي الأسباني أو حتى الدوري الإيطالي فاصل ثم نوصل طيب على بركة الله الأهلي بإذن الله هيبدأ مشواره في الموسم الحالي أولى التدريبات هتكون يوم الأربعاء المقبل في مقر النادي الأهلي بالجزيرة اجتماع للجهاز الفاني بقيادة مارسل كولر اللي هيصل إن شاء الله مساء الثلاث وأنا على مدارة 48 ساعة قدر إمكان حاولت أقربك شوية من التفاصيل اللي هتحصل خلال الفترة اللي جاية إمتى يصل كولر؟ إمتى يعمل اجتماع أو يعقد اجتماع مع الجهاز المعاون والجهاز الطبي الجديد اللي هيكون موجود مع النادي الآلي خلال الفترة المقبلة؟ إمتى هيكون أول تدريب للفريق؟ التدريبات هتكون صباحية ومسائية قبل الصفر إلى النمسا زي النهاردة الاتنين اللي جاي صفر الفريق إلى النمسا عشان يستعد في معصر إعداد قوي جدا يتخلله مباراتين والديتين يوم اتنين وخمسة من الشهر المقبل كمان نهاردة عندنا إضافة ومعلومة جديدة هناك اتجاه لتصعيد من 6 إلى 8 اللاعبين من قطاع الناشئين عشان يكونوا موجودين في أول تدريب للفريق الأول خلال الفترة اللي جاية وقد يبدأ تدريب مجموعة اللاعبين الصاعدين من قطاع الناشئين غدا الثلاثاء قبل موعد تجمع الفريق بـ 24 ساعة كولر مستايب حاجة للصدفة محدد برنامجه من أول ما يوصل مطار القاهرة يوم الثلاثة لغاية ما يخود أول مباررة سمية يوم خمستاشر أو سبتاشر أو سبعتاشر تسعة في دوري أبطال إفريقيا فبالتالي محدد اللاعب اللي هيتم تصعيده من قطاع الناشئين طبعاً كلكم عارفين أبرز اللاعبين كريم الدبيس كريستو اللاعب التونسي موليد 2003 زعلوك يعني عدد كبير جداً من لعب قطاع الناشئين بيتراوح العدد اللي طلبوا كولر من ستة إلى تمال لعيبة هيكونوا موجودين بكرة في ملعب مختار التتشي بالجزيرة يعملوا القياسات البدنية والعضلية ويستعدوا لأول ماران بإذن الله كولر عنده اجتماع يوم الآربة ويوم الآربة ده هيبقى يوم حافل بتفاصيل كتيرة جداً يعني انتظرونا بإذن الله يوم الآربة عندنا أخبار كتيرة وعندنا موضوعات مهمة وقد يكون هناك إعلام عن تفاصيل مهمة جداً يوم الآربة مع بداية فترة الاعداد الخاصة بالفريل أول خلال الفترة اللي جاي فديك آخر المستجدات المتعلقة بتدريبات الفريل أول والحمد لله على مدار اليومين اللي فاتوا كنا قادر إمكان بنحاول ننربكوا شوية من التفاصيل ولكن اطمئنه ما فيش أي قلق كل التحضيرات بتسير بشكل جيد جداً معسكر الآلف النمسا بيلقى اهتمام ورعاية وأولوية من الكابتن محمود القطيب بصفة شخصية مهتم جداً بأدق التفاصيل واتصالات مباشرة ومتابعة دقيقة جداً مع الكابتن خالد بيبو ومع الكابتن سامير عدلي وما ننساش كولر كان مدير فني المنتخب النمسا فلما تعمل معسكر إعداد في النمسا أكيد كولر عنده كل التفاصيل وعارف أفضل الأماكن وعارف أفضل المباراة الودية والأماكن اللي ممكن تعمل فيها معسكر إعداد يخليك واقف على رجليك طول الموسم فإطمئنه إن شاء الله هيكون معسكر إعداد جاي جداً ويكون فيه تحضير جيد جداً إن شاء الله للموسم اللي جاي لأنه خلاص بدأت يعني الملامح تظهر النهاردة عندنا ملامح من إحدى بطولات الأهلي اللي هيشارك فيها الموسم اللي جاي هنتكلم عليها بالتفصيل وعندنا النهاردة انفرضات مهمة جداً عن إحدى البطولات اللي الأهلي هيلعب فيها خلال هذا العام وتحديداً كأس العالم للأندية ولكن دي كان الجزئية مهمة جداً عايز أبدأ النهاردة فيها فقر الترند الترند بخصوص تدريبات الأهلي الموضوع التاني وللأسف أنا هقول للأسف لأن في البعض أو شخص بيحاول يدخل الأهل طرف في مشاكل ليس للأهل طرف بها الأهل مؤسسة كبيرة تدار بطريقة احترافية ومنظمة لا دخل لها بمشاكل أي نادي أي نادي عنده مشاكل تانية يحلها أو يشوف حلها أو يشوف تفاصيلها بس ما حدش يحط الأهل طرف فيها يعني مبارح خرج أحد الأشخاص من من يدعي أنه هو منتمي لنادي رغم أنه هو أول من كتب سطر الهروب والخروج من النادي المنتمي إليه ودخل الأهل طرف في موضوع الأهل أساساً ليس طرف فيه واتكلم بكل صراحة أنا أتكلم معكم بكل صراحة يعني تلعي قالك إيه؟ عندنا مشكلة مثلاً في تجديد عقد لعب يريد من ينتمي للأهل ما يدخلش في الموضوع ويسيبه النادي لأن النادي عنده مشاكل وما تستغلوش المشاكل اللي عندنا هو حد في النادي الأهلي فضيلك أساساً يعني النادي الأهلي الفترة الجاية بيستعد لمسم الجديد عنده السوبر ليج عنده كاس عالم أندية بيحضل للقايمة هيعلن عن تفاصيل مهمة جداً خلال نهاية هذا الأسبوع وإنت دايماً عايز تحط الأهل طرف عشان تباني أنت فيه سياق الدفاع عن مصالح ناديك اللي أنت أساساً أول واحد كتبت سطر الهروب من ناديك أول واحد كتب سطر الهروب من ناديك دلوقتي بيقود لواء الدفاع عن النادي اعمل اللي أنت عايزه دافع عن ناديك زي ما أنت عايز ولكن ما تدخلش الأهل طرف ما تدخلش الأهل طرف عندك مشكلة بتجديد عقد لعب دي مشكلتك أنت ما تدخلش الأهل طرف الأهلي عارف إمتى يتكلم مع لعيب وعارف إمتى يشوف مصلحته وعارف إيه هي احتياجاته هتدخل الأهل طرف عشان تباين اللي أنت بتدفع عن النادي اللي أنت بتنتمي إليه على الورق دي مشكلتك انت بس ما تدخلش الاهل طرف والفترة اللي جاية مش هنسمح لحد وهو بيتكلم عن مشكلة ناديه ان يحط الاهل طرف كل واحد يا جماعة يخليه في ناديه كل واحد يخليه في شغله والإعلامي يخليه إعلامي عايز تشتغل وتدافع عن النادي وتقوم بدور ليه علاقة إدارية ليه علاقة فنية ما تخشش في الإعلام وتقوم بدور إعلامي يعني أنا أتمنى نوصل لمرحلة يكون فيه فصل اللي بيشتغل في الإعلام يشتغل في الإعلامه بس اللي يشتغل في نادي يشتغل في نادي بس مالوش علاقة بالإعلام لكن قصة اللي انت النهاردة بتتكلم عن النادي اللي انت منتمئ إليه بكرة تطلع تهاجم نادي منافس بعده تطلع تتكلم عن مشاكل داخلية في النادي اللي انت منتمئ إليه وتحاول تبين ان النادي ده مظلوم والناس لازم كلها تقوم بجنبه وانت أول واحد بتطالب أساسا بتطبيق الاحتراف وقواعد الاحتراف وقواعد الاحتراف أساسا ما فيهاش تدخل في مصالح أي نادي كل نادي يشوف مشاكله كل نادي يحل مشاكله ما حدش يدخل ولا حد يدعم ماليا ولا إداريا ولا كل التفاصيل دي بس الكلمة اللي بتتقال بيتعمل عكسها ويوم ما بتتكلم عن مشكلة تجديد عقد الله عندك بتدخل الأهل طرف نفسي مرة أعرف أنت بتشتغل إيه والله بجد نفسي أعرف أنت بتشتغل إيه وقصة لواء الدفاع عن النادي اللي انت دايما بتنتمي ليه عمرك ما بينت يعني حتى في مشوارك القروي اللي انت منتمي للنادي ده أنت أول واحد كتبت سطر الهروب من النادي فما تدخلش الأهل طرف ما تدخلش الأهل طرف وما تطلعش كل شي تقول لك إيه أصلي من ينتمي للأهل من هو محب للأهل ياريت تسيبه النادي في حاله النادي إيه اللي في حاله هو الأهل لو بيركز مع حد كان هيوصل للنجاحات اللي هو فيها دي اللي بينجح بينجح عشان مركز في شغله واللي بيفشل بيفشل عشان مركز في ورق غيره وفي شغل غيره فالأهل بينجح عشان مركز في شغله انت اللي مركز مع الأهل فدايما انت بتفشل دايما عندك مشاكل ركز مع فرقتك ركز في شغلك انت اللي عملي اللي انت مش عارف أساسا هو إيه هو مدرب ولا إعلامي ولا دوره إيه وخليك في شغلك ما تدخلش في الأهل وما تجبش سرط الأهل في أي موضوع يخصك. او يخص النادي اللي انت منتمي اليه. خلي كل حاجة في السياقها الصحيح. خلينا ندخل الموسم الجديد بشكل صح. بشكل سليم. بشكل صح وبشكل سليم. ما بحبش اذكر اسماء. ما بحبش اتكلم عن شخص بشكل مباشر. هم عارفين نفسهم كويس جدا. هم عارفين نفسهم كويس جدا. المرة دي احنا بنوجه تحذير. اي حد عنده مشاكل في نادي ما يدخلش الاهل يطرف. ما يدخلش الاهل يطرف. شوف الاهل يبينجح ازاي? وذاكر وينجح زيه. مش اقول لك اعمل فترة معايشة. لا زاكر وينجح زيه. لان الاهل لو بيفكر فيك عمر ما هيوصل للنسيجة اللي احنا شايفينها دلوقتي. طيب. النسيجة اللي احنا شايفينها دلوقتي. واول قطوات الموسم الجديد. كنا منتظرين موقف الدور المصري. لسه منتظرين موقف السوبر الافريقي. قلتلكوا تأجل لأجل غير مسمى. والنهاردة عندي يعني تفصيلة مهمة جدا. بعد المناشدة اللي قلتها مبارع في موضوع السوبر الافريقي. الموضوع لقى استحسان كبير جدا. ومش هدخل في التفاصيل واقول مين يتكلم ومين اجرى اتصالات ومين حاب يعرف الموضوع ممكن ايه اللي يتم فيه خلال الساعات اللي جاية. ولكن كلها قدر اقولوا المطلوب خلال الساعات اللي جاية من المسؤولين في اتحاد الكورة. من الأستاذ جمال علام. من الأستاذ وليد العطار يجروا اتصالات مع الاتحاد الافريقي ويشوفوا موقف السوبر الافريقي. لان هناك بوادر امل انك لو طلبت الاستضافة مفيش اي مانع اطلب وشوف استضافة السوبر الافريقي ايه متطلباته من الاتحاد الافريقي والدعم كلها هيكون موجود خلال الفترة اللي جاية. ولكن الدور المطلوب الفترة اللي جاية قبل ما اقول دور وزارة الشباب والرياضة لهو دور اتحاد الكورة في المقام الاول. الاتحاد عليه ان يتوجه الى الاتحاد الافريقي ويشوف المتطلبات ويقدم العرض ويبقى العرض الرابع مع الثلاث عروض المقدمة لاستضافة السوبر لفريق ففي بادرة أمل بعد مناشدة الأمس في ظل حالة الضبابية المتعلقة باستضافة هذه البطولة وفي ظل أن بعض الاتحادات والعروض المقدمة طلبت إرجاء تنفيذ هذه الاستضافة للفترة اللي جاية فيما معناها يعني لفبراير أو مارس من عام عشرين أربعة وعشرين ومع إن الاتحاد المصري عايز يحط الأجندة وعايز يعمل الجدول ما من بدرة هو بنقول لكم ونشدنا والمناجدة مبارح بنسبة يعني خمسين في المية وصلت وسماعت في جهة رسمية حريصة إن مصر تستضيف أحداث مهمة خلال الفترة اللي جاية ولكن الدور الرياضي والدور الأساس هيكون عند اتحاد الكورن ويتحرك خلال الساعات اللي جاية مع الاتحاد الافريكي مش هادخل في تفاصيل هخليها بعدين ولكن المناجدة الآن مع الاتحاد المصري يشوف موقف السبر الافريقي وإزاي ممكن يدعم الأهلي في استضافة هذا الحدث عشان تكون مباراة قرنفال كبير في استاد القاهرة زي ما شفنا نهاية دور الأبطال لما الأهلي لعب مع الوداد في الفترة اللي فاتت طيب الملف التالت هو هي البطولة اللي خلاص تحدد بشكل رسمي جدول مبارياتها خلال الفترة اللي جاية كلنا عارفين إن الساعات الأخيرة كان في عدد كبير جدا من مسؤولين الفيفا والكاف موجودين في استراليا على هامش نهائي كأس العالم للسيدات ما بين إسبانيا وإنجلترا ويمكن أجريت عدة اتصالات على مدار اليومين ثلاثة اللي فات عشان أعرف كأس العالم للأندية إيه الجديد فيه كلنا عارفين إن من حوالي يومين ثلاثة تم الإعلان رسميا إن القرعة يوم سبعة تسعة قرعة كأس العالم للأندية يوم سبعة تسعة في المملكة العربية السعودية طيب جدول المباريات البطولة من 12 إلى 22 الآلة هيبدأ إمتى؟ خدوا بقى الموعيد الرسمية ودي معلومة رسمية ليس اجتهاد ولا وجهة نظر القرعة زي ما قلت يوم سبعة تسعة في جده ده بشكل رسمي طيب انطلاقة البطولة لقاء الافتتاح يوم 12 ديسمبر 12-12 ما بين اتحاد جده السعودي وأوكلاند سيتي والنيوزيلاندي مباراة الافتتاح يوم 12-12 ما بين اتحاد جده السعودي وأوكلاند سيتي والنيوزيلاندي في مباراتين هيتلعبوا يوم 15-12 الأهلي سيكون طرف هذه المباراة أو طرف هزين المبارتين يوم 15 ديسمبر الأهلي سيفتتح مشواره في كأس العالم للأندية في مدينة جده بالمملكة العربية السعودية يوم 15 ديسمبر هيواجه مين؟ راعة يوم 7-9 هتحدد المباراتين الفايز ما بين اتحاد جده وأوكلاند سيتي هيلاعب يا الأهلي يا أراوة ريت ديمونز بطل أسيا الفريق الياباني يا ليون المكسيكي تاني التلات فرق اللي هيستنوا الفايز من اتحاد جده وأوكلاند سيتي التلات فرق دول هم الأهلي وأراوة ريت ديمونز الياباني بطل أسيا وليون المكسيكي بطل الكونكاكاف دول التلات فرق اللي هيستنوا الفايز ما بين اتحاد جده السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي نفترض نتمنى يا رب بإذن الله اتحاد جده يكسب بطل السعودية يكون موجود في الدور التاني يوم 15 ديسمبر هيكون دول الأربع فرق أراوة 37-9 هتحدد الآلة هيواجه مين هل هيواجه اتحاد جده هل هيواجه ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف هل هيواجه بطل اليابان أراوة ريت ديمونز بطل اليابان دهو بطل كاس العلم للي في المغرب اتعاملت بشكل مختلف عن القرعة اللي جاية ليه؟ لاني كان ساعتها المغرب المستضيفة هي بطل إفريقيا الوداد كان بطل إفريقيا ولعب مباراة الافتتاح مع الهلال السعودي فما كانش ينفع ان القرعة تقول الوداد لو كسب مثلا يعني كان ممكن يلعب الأهل فكانوا عايزين يبعدوا الأهل عن الوداد فتعاملت قرعة موجهة في الدور التمهيدي التاني المرة دي ما فيش قرعة موجهة اتحاد جد أوكلاند سيتي الفائز منهم ياما يلاعب بطل إفريقيا ياما يلاعب بطل أسيا ياما يلاعب بطل الكونكا كاف زي اللي حصل في البطولات اللي فاتت مع عدى بطولة المغرب يبقى الأهل عنده أول مباراة اسميه إمتى؟ يوم 15-12 ياما يلاعب بطل اليابان ياما يلاعب ليون المكسيكي ياما ينتظر الفائز ما بين اتحاد جد وأوكلاند سيتي طيب مرحلة الدور نصف النهائي إمتى؟ هتتلاعب على يومين يوم 18-12 ويوم 19-12 يوم 18-12 ويوم 19-12 إن شاء الله بإذن للأهل يتخطى الدور التمهيدي التاني ويتأهل الدور نصف النهائي إما يلعب يوم 18-12 مع بطل أمريكا الجنوبية اللي هو بطل الكولمبول اللي لسه ما تحددش ده يتحدد يوم 4 نوفمبر مباراة الدور نصف النهائي الأول هتتلاعب يوم 18-12 مع بطل أمريكا الجنوبية اللي هو لسه ما تحددش بطل أمريكا الجنوبية هيتعرف بشكل رسمي يوم 4 نوفمبر والقرعة هتتعمل يوم 7-9 بطل أمريكا الجنوبية متحدد مكانه إنه يلعب مباراة الدور نصف نهائي يوم 18 ديسمبر طيب ممكن القرعة توجه الآلي وتخليه يلعب يوم 19-12 في حال تخط الدور التمهيدي التاني بس ساعتها هيلعب 19-12 مع مين؟ مع المان سيتي مع منشستر سيتي الإنجليزي مع البوب جوارديولا يوم 19 ديسمبر إذن أول مباراة رسمية لبطل أوروبا في كأس العالم للأندية هتكون يوم 19 ديسمبر في جدة والأهلي في قرعة 7-9 هيعرف مين اللي هيواجه في الدور التمهيدي التاني كسب يلعب 18-12 مع بطل أمريكا الجنوبية يلعب 19-12 مع منشستر سيتي طيب ده مرحلة الدور نصف النهائي المباراة النهائية ومباراة التالت والرابع في اليوم الختامي يوم 22 ديسمبر تحديد المركز التالت يوم 22 ديسمبر المباراة النهائية في نفس اليوم في المساء يوم 22 ديسمبر إذن ده جدول مباراة كأس العالم للأندية 12-12 لقاء الافتتاح أول مباراة للأهلي يوم 15-12 كسب حسب القرعة يلعب 18 مع بطل أمريكا الجنوبية يلعب 19-12 مع منشستر سيتي التالت والرابع يوم 22 والمباراة النهائية يوم 22-12 طيب 30 أكتوبر آخر معاد لإرسال القيمة المبدئية كام لاعب 35 لاعب 35 لاعب دي القيمة المبدئية لكأس العالم للأندية تبعتها بحد أقصى يوم 30-10 تختصر القيمة دي لـ 23 لاعب إمتى يوم 4-12 قبل انطلاق البطولة بحوالي أسبوع 10 أيام يختصر أو تختصر قيمة الفريق من 35 لـ 23 دي القيمة النهائية اللي هيتم اعتمادها من الفيفا عشان تشارك في كأس العالم للأندية دي أول بطولة الحمد لله قدرنا نوصل لتفاصيلها من خلال اجتماعات كانت موجودة لوافد الفيفا والكاف على هامش كأس العالم في أستراليا وتأكدت رسميا خلاص ان المواعيد دي تم إرسالها للاتحاد السعودي يعني من حوالي 48 ساعة عشان يتم التحضير للقرعة يوم 7-9 القرعة يوم 7-9 الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة يوم 7-9 الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة في إحدى الفناضق في مدينة جدة والأهلي بالتأكيد هيلعب كل مباريات والبطولة كلها هتتلعب في جدة خلال نهاية هذا العام إذن دي أول بطولة رسالة هيلو الحج عامر حسين جبنا لك مواعيد أول بطولة كأس العالم للأندية وتاني بطولة السوبرليج في الفترة من 20 أكتوبر لـ 11 نوفمبر بكرة بكرة بإذن الله هجب لكم مواعيد مباريات السوبرليج الدور الأول والدور الثاني ومواعيد المباراة النهاية الزهاب والإياب إمتى المواعيد بشكل رسمي لأن النهاردة إن شاء الله هتجيلي المواعيد الرسمية لمباريات السوبرليج خلال الفترة اللي جاية دي كانت أبرز الأخبار والمعلومات اللي معنا النهاردة في فقرة ترند الترند نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نواصل سوشال ميديا فيها تفاصيل كتيرة جدا عن أخبار مهمة تتعلق بالاستعدادات والتحضيرات للموسم الجديد نبدأ نتابع آخر أخبار الترند أهلا بحضراتكم من جديد وآخر أخبار الترند والبداية من ترند الأهلي ترند الأهلي في البداية صورة محمد هاني يعني بيعمل عمر حاليا في المملكة العربية السعودية وكتب على الصورة في الإنستجرام الحمد لله يعني نتمنى يا رب بإذن الله تكون عمرة مقبولة وبصراحة يعني أفضل استعداد للموسم الجديد وتفصل خالص عن كل الدنيا بشكل عام إنك تكون موجود في المملكة العربية السعودية في الأراضي المقدسة وتأدي مناسك العمرة خلال الفترة الحالية قبل ما تستعد للموسم الجديد نتمنى التوفيق رب لمحمد هاني عمل موسم متميز جدا خلال الفترة الأخيرة وإن شاء الله تكون بداية موفقة والبداية الموفقة أكيد هتكون من المملكة العربية السعودية اللي هيرجع لها تاني وهيشارك في كأس العالم للأندية خلال شهر ديسمبر المقبل فالبداية صورة محمد هاني في العمرة خلال الفترة الحالية طيب نروح كمان ونشوف اللي معنا في ترند الآلي المصر الرياضي الآلي يتفق مع كولر على بنود عقده الجديد تعرف على التفاصيل كل الكلام اللي موجود حاليا في السوشيال ميديا الناس بتتكلم على أن كولر في اتفاق معاه على التجديد لموسمين إضافيين بخلاف الموسم المقبل كولر كان متفق مع الأهلي في بداية تعاقده في شهر تسعة من العام الماضي أنه هيكون موجود مع الأهلي حتى نهاية موسم عشرين أربعة وعشرين ولكن بمجرد وصول كولر غدا إن شاء الله إلى القاهرة خلال الساعات اللي جاية اتفاق مبدأ إن شاء الله عشان المشروع اللي بدأ بشكل ناجح جدا يستمر حتى عشرين ستة وعشرين خلال الفترة اللي جاية نتمنى التوفيق يا رب إن شاء الله لنادي الأهلي وده الاستقرار اللي مهتم به بنسبة كبيرة جدا الكابتن محمود الخطيب وشركة الكورة وقطاع الكورة بشكل عام عشان يكون فيه استراتيجية وشغل لغاية عشرين ستة وعشرين ولأتأخذ بالكو الأهلي بيحضر من دلوقتي لمشاركة متميزة في كأس العالم للأندية عشرين خمسة وعشرين لأن البطولة المقبلة اللي هتتلاعب في عشرين خمسة وعشرين بالولايات المتحدة الأمريكية محتاجة تحضير جيد على الأقل قبلها بسنتين عندك كأس العالم أندية السنادي بسبع أندية كما هو النظام المتبع بنفس الجوائز بنفس النظام وكلمنا حتى على جودة المباريات من شوية ولكن كأس العالم عشرين خمسة وعشرين في الولايات المتحدة الأمريكية محتاج تحضير كبير عشان كده لو تاخد بالكو من دلوقتي بيتم تمديد عقود لعيبة حتى عشرين ستة وعشرين بيتم الاتفاق مع كولر أنه يستمر حتى عشرين ستة وعشرين عشان تلعب كأس عالم مع تنين وثلاثين نادي لازم النادي الآلي بإذن الله يكون متفوق وبينافس على الأدوار النهائية مش مجرد المشاركة ويكون متواجد بس فيه الدور الأول أو دور المجموعات فخلال الساعات اللي جاء يكون فيه تفاصيل كتير النادي الآلي هيعلن عن كل التفاصيل دي في حينها إن شاء الله طيب الوطن سبورت بيتكلمه على موعد وصول كولر للقاهرة وأول خطوة بعد حضوره طيب لو نركز كده مع الوطن سبورت بيتكلمه على إيه؟ بيقولوا أن كولر هيوصل بقرة 3 ويكون معايا كل المعاونين بعد حصوله على أجازة لمدة 3 أسابيع وبيقولوا أن الفترة الإعداد هتكون في النمسا من 28-28 حتى يوم 6-9 والعهدة على الوطن سبورت قالوا أن فيه حفل هيتعمل يوم الأربع في مقر النادي الآلي في الجزيرة على ملعب مختار التيتش هيحضروا الجهاز الفني للفريل الأول بقيادة مارس الكولر وكل أعضاء الجهاز الفني واللاعبين ودي هتكون الخطوة الأخيرة قبل ما يبدأ الشغل في اليوم التالي يوم الأربع القياسات والتدريبات عشان تستعد لبداية موسم جديد فالوطن سبورت بيتكلمه على موعد وصول كولر وأول خطوة هتبقى الكولر بعد حضوره هو حضور الحفلة حسب ما كتب الوطن سبورت النهاردة عبر الويب سايت ومن خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك طيب المصر الرياضي أيضا بيقولوا خاص مصدر داخل النادي الأهلي مارسل كولر رفض رحيل محمد عبد المنعم أنا مبارح من غير مدخل في التفاصيل وكان عندي كلام كتير مكتوب إن محمد عبد المنعم عنده عرض سعودي محمد عبد المنعم عنده عرض في تركيا كولر طلب ضم لاعب أجنبي تحديدا تركي بيلعب في خط الدفاع كل التفاصيل كانت مكتوبة مبارح بس قلت مش هتكلم فيها إن الكلام أساسا غير صحيح النهاردة من غير مدخل في تفاصيل المواقع بتنفي نفسها بتنفي اللي كتبتهم مبارح الموضوع تقفل آخر لعيب خرج من الآلي كان محمد شريف القيمة هتتسكن على الشكل اللي احنا قلناه مبارح 28 لعيب اللي موجودين للطوم مبارح قندوسي إذا خرج إعارة خلال الساعات اللي جاية عشان فيه ضم مهاجم أجنبي قبل نهاية المريكات والصفي قيمة الآله هتكون 28 لعب بعد إعارة قندوسي وضم المهاجم الأجنبي هيتبقى مكانين عايز ضيف صفقات جديدة لسه عندك مساحة وقت الغيطة 14-9 وأي لعيب هتضيفه في شهر 9 هيبقى معاك من دول المجموعات في دوري أبطال إفريقيا اللي هتتلاعب إن شاء الله في شهر 11 فبالتالي منعم مكمل في الأهل اليوم السابع وتأكيداً للمعلومات اللي هلتها دلوقتي الأهل يدرس التراجع عن ضم مدافع في المريكات والصيفة خلاص الأهل هي فكرة الاكتفاء بالمجموعة اللي موجودة في خط الدفاع ياسر إبراهيم رامي ربيعة محمد عبد المنعم محمود متولي عودة أكرم توفيق وجود محمد هاني وجود كريم فؤاد خلد عبد الفتاح على فكرة فترة إصابته مشتويلة هيرجع يعني إن شاء الله على أول شهر عشرة يعني بنتكلم فترة الإعداد بس اللي هيغيب عنها لكن هيكون موجود في شهر عشرة فمش هيغيب عن مطشات كتيرة فإن شاء الله بإذن الله ما فيش أي مشاكل وبالتالي التدعمات كلها الأهل مركز في احتياجات معينة محددها كولر ويتم الاستقرار عليها خلال الساعات اللي جاية الوطن السبورت تقارير سعودية قالت إن أحمد حجازي بيقترب من الأهل بسبب 20 مليون ريال قالوا طبعا إن التحاد جدة والكلام ده لسه مش رسمي إن التحاد جدة بيفكر في ضم مدافع أجنبي ما كان أحمد حجازي وبالتالي هيبقى فيه فسخ لتعاقد أحمد حجازي وأحمد حجازي إذا تم فسخ التعاقد ليه كافة المستحقات مع التحاد جدة وهيصبح لاعب فري ولكن مين الأندية الأعرب للتعاقد مع أحمد حجازي كل الكلام ده أصلا سابق الأوانه ليه؟ لسبب بسيط لغاية اللحظة اللي بتكلم معاكو فيها محدش في التحاد جدة أو في السعودية بلغ أحمد حجازي رسميا أنت مش معانا السنة الجاية شوفوا كل الكلام اللي بتقال ده على المستوى الرسمي مفيش حاجة اتبلغت لأحمد حجازي رسميا أن أنت مش في التحاد جدة ولكن التقارير الصحفية هي اللي بتشير إن أحمد حجازي مش هيكون مع التحاد جدة الفترة اللي جاي ويكون فيه ضم مدافع مكانه سيبوا الأيام الفترة اللي جاية هتكشف عن تفاصيل كتيرة ومش عايزة أدخل في الملف ده اللي لسه فيه وقت كبير خلال الفترة اللي جاية وإحجازي أساسا مصاب ومش هيرجع للملاعب لسه إلا على بداية العام المقبل طيب ربطة الأندية المحترفة ومن خلال حسابها الرسمي كتبت وقالت باختيارات الجماهير على جميع منصات ربطة الأندية المحترفة محمد مجدي أفشا هو أفضل خط وسط مهاجم لموسم 2023 أو 2022-2023 مبروك لأفشا أفضل لاعب وسط مهاجم أفشا طبعا فرح جدا بهذا الاختيار واختيار الجماهير خد التصويت والصورة ورفحها على حسابه الرسمي على الإنستجرام وطبعا أكبر حاجة بتسعد اللاعب تأدير الجماهير أو تصويت الجماهير الجمهور لما بيقيم لاعب وبيدونهم ده أفضل لاعب ده بالنسبة لك بحاجة كبيرة جدا فنتمنى التوفيل لأفشا وإن شاء الله تكون انطلاقة قوية مع بداية الموسم القادم كورابلس يسيبوا أفشا في حاله لا ما هم بارح خد أفضل لاعب على طول عرض تركي عرض تركي لأفشا والأهلي يرد طيب هم قالوا إن فيه عرض تركي طب لما سألوا مسؤولين في الأهلي قالوا لا توجد أي عرض في الوقت الحالي للتعاقد مع اللاعب أفشا لسه مجد التعاقده مع النادي الأهلي فبالتالي ما فيش أي عروض وما فيش أي تفكير في رحيل أي لاعب وزي ما قلت لحضراتكم قيمة الأهلي حاليا بوجود أحمد قندوسي 28 لو خرج أعارة وجمه هاجن هتظل القيمة 28 العدد ده أصلا يعني ربنا يكون فقالي اللاعبة والجهاز الفني محتاجين نزود عليه كمان 7 تمن اللاعبة زي ما انت شايفين قيمة كاس العالم بقول لكم 35 قيمة مبدئية انت القيمة الرسمية قيمة الفري الأول مش مكملة 30 نتيجة ان اتحاد القرى أصلا محددش أو حدد القيمة تبقى 30 لعب فأفشا مكمل محمد هاني مكمل أكرم توفيه هيتم تمديد التعاقد مع الفترة الجاية تعويضا عن السنة اللي غاب فيها بسبب الإصابة محمد هاني جاد للتعاقده أو إن شاء الله الساعات اللي جاية في تفاصيل كتير عن تجديد وتمديد تعاقد عدد كبير جدا من اللاعبة ففيه استقرار بيتم فمش معقولة يعني هيكون فيه استغناء عن عناصر كتيرة في فريق النادي الأهل طيب اليوم السابع وموضوع أحمد القندوسي الأهل يضع الرطوش الأخيرة على صفقة أعارة أحمد القندوسي لسراميكا كيليو بطرا الساعات الأخيرة الناس كابتتكلم إن المهاجم الأجنبي هيجي مكان أحمد القندوسي وأحمد القندوسي عنده عروض للأعارة سواء في مصر أو حتى خارج مصر العروض اللي خارج مصر بتتلخص في ناديين وناديين من الجزائر شباب بولوزداد أو مولدية الجزائر تبقى للأخبار اللي خرجت من الصحف الجزائرية لغاية اللحظة دي النادي الأهلي لم يتحدث في هذا الملف بشكل رسمي لم يعلن أصلا العروض الرسمية لتلقها لضم القندوسي ولكن أنا بتكلم معاكم من خلال التقارير الصحفية صحف جزائرية قالت المولدية وشباب بولوزداد ولكن كولر يبدو أن ليه وجهة نظر مختلفة أن أحمد القندوسي لو خرج أعارة يفضل أن يكون موجود في الدورة المصر عشان يكون تحت أعين الجهاز الفني لأن كولر ليه وجهة نظر معينة أن القندوسي محتاج ياخد فرصة مشاركة أكتر التدعمات اللي تمت في خط الوسط مع وجود إمام عشور مع السلية مع ديانج مع حمد فاتيخ خلاص انتقل للدورة القطري مع أحمد نبيل كوكا بنتكلم عن عدد كبير جدا في خط وسط الدفاع في النادي الآلي فبالتالي محتاج ضد فرصة لأحمد القندوسي عشان تضم مهاجم يكون موجود مع كهرباء وصلاح محسن فالأفضل أن يكون موجود في الدورة المصر العروض اللي موجودة فيه عرض من زد فيه عرض من سيراميكا ولكن النادي الآلي لما بيبحث الاتفاق مع الأندية دي عشان ينتقل إليها لاعب من صفوف النادي الآلي بتبقى فيه تفاصيل كتيرة أهمها الاهتمام باللاعب في المستوى الفني عايزه بجد ولا كمالة عدد عايزه بجد يبقى الأولوية للنادي ده الاتفاق المادي اللاعب اللي عندي اللي كان بياخد راتب معين هيوافق ينتقل لنادي آخر براتب أقل ولا بنفس الراتب فبيتم الموأمة والاتفاق على الراتب المادي عشان اللاعب اللي بيلعب في الأهل لما يطلع إعارة يلعب وهو متفع على كل حاجة عشان تبقى سنة جيدة ليه على مستوى الإعارة ويرجع للنادي الأهل الأهلي يقدر يستفيد به بعد فترة الأعارة مش هدخل في تفاصيل أكد أنتم فهمت الكلام اللي ما بين السطور وحتى كورا بلس شرح جزء منه لكن هنشوف كورا بلس بيتكلم على إيه بيقولوا التكفل بـ 50% من الراتب أحمد القندوسي لعب الأهلي يقترب من سيراميكا كيليوباترا مصدر في الأهلي قال لكورا بلس إن سيراميكا اقترب من حسم صفقة ضم أحمد قندوسي لعب الأهلي على سبيل الإعارة والتكفل بـ 50% من رتبه في موسم الإعارة الماديات دي قصة ما بين اللاعب والنادي ولكن الأمور الفنية كورا تحدث بشكل مباشر بأحمد القندوسي قال له أنا بفكر فيك إزاي عايزك تلعب فين احتياجاتي إيه الفترة اللي جاي اللاعب مهم جدا يقتنع عشان لما يتمم إجراءات الإعارة والتعاقد يلعب سنة يظهر فيها بشكل جيد يستفيد ويستفيد منه الأهلي لما يرجع للموسم اللي بعده وكل ده طبعا بسبب فكرة تحديد عدد الأجانب اللي موجودين في الدوري المصر طيب حساب يلا كورا مصدر بالأهلي يلا كورا نفاوة سيراميكا على نسبتنا في راتب قندوسي وخزينتنا لن تتحمل أي مبلغ وده متعلق بالجزء اللي كنت بكلمكوا عليه على فكرة الجوانب المالية ولكن حتى الآن مفيش جوانب مالية واضحة أو رسمية نقدر نتكلم عليها كل اللي يهمنا إن الأهلي لما يجيب مهاجم أجنبي يتمم الصفقة خلال الساعات اللي جاية أحمد قندوسي لو هو اللي عليه الاختيار إن يطلع إعارة يلعب في نادي يبقى عايز قندوسي عشان يشارك معه بشكل أساسي ما يروحش نادي ما يلعبش معه خالص يبقى الآن نادي استفاد ولا اللعب استفاد نتمنى إن قندوسي السنة الجاية إن شاء الله يكون اختار النادي المناسب عشان يلعب معاه الفترة اللي جاية طيب اليوم السابع رصد في المريكاتو الصيفي إيه أغلى الصفقات اللي تمت خلال هذا الموسي بيقولوا إن إمام عشور بيتصدر قيمة أغلى سبع صفقات في المريكاتو الصيفي أغلى سبع صفقات في المريكاتو بلغت 3 مليون دولار ما يعادل 92 مليون و460 ألف جنيه أندية الأهلي بيرامدز المصري هي أقتل أندية اللي صرفت مبالغ مالية لضم صفقات قوية الأهلي تبقى للأرقام اللي كتبها اليوم السابع وليست أرقام رسمية إمام عشور 92 مليون و460 ألف جنيه ريدا سليم 64 مليون 720 ألف جنيه أنا شاف الأرقام دي مبالغ فيها جدا بيرامدز سلاسة فيوتشر انتقل من فيوتشر لبيرامدز مقابل 120 مليون بوبو 50 مهند لاشين 35 مليون محمود مرعي 35 مليون مصطفى فتحي 30 مليون 820 ألف مع تفعيل بند الشيرة ثم المصري من ضمان به للمحمدي 20 مليون جنيه شرط جزئي ملايين كثيرة قوي نتمنى يا رب بإذن الله تكون فيها فايدة للأندية خلال المسلم اللي جاي بس لو بتقارن الأرقام دي بأرقام المريكاتو في المملكة العربية السعودية لا فارق كيفي جدا وشتاني الفارق ما بين الأرقام المريكاتو الصيفي في الدور المصري بعد دوري السعودي طيب كورا بلاص بيتكلمه سوزا حقيقة عودة سوزا لحسابات الأهلي وموقف مارسل كولر كورا بلاص النهاردة نشر التفاصيل اتكلم على موضوع سوزا وقالوا حسب مصادرهم وليست معلومات رسمية بيقولوا أن الأهلي أتمم أو تمم إجراءات التعاقد مع سوزا ووقع عقود مبدئية مع نادي جينبوك الكوري الجنوبي وكانت الأمور قريبة جدا من الانتهاء في الفترة الماضية ولكن تعثرت بسبب رفض مدرب الفريق الكوري على الرغم من ذلك ظل النادي الأهلي مهتم جدا بالتعاقد مع سوزا طبقا لاحتياجات الجهاز الفني ورغبة مارسل كولر وبالتالي مع تمسك الأهلي وتمسك اللاعب تغير موقف مدرب الفريق الكوري وبالتالي ابتدى الأهلي يعرف شوية من ضم اللاعب في التوقيت اللي كان المدرب الكوري أو مدرب الفريق الكوري يعني رافض انتقال اللاعب الأهلي كان بيبحث عن بداية الأخرى ولكن كولر كانت وجهته أو اختياره الأول والأخير ديفيد سوزا هنشوف خلال الساعات اللي جاية مع قثرة الحديث في السوشيال ميديا على موضوع انتقال اللاعب هل جوستافو سوزا ممكن ينتقل للأهلي ولا لأ عموما سوشيال ميديا تتكلم كتير وانا قلت لحضراتكم قبل كده لسه في مساحة وقت ولسه في مساحة من التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الفترة اللي جاية المريكاتو الصيفي المحلي 15-9 المريكاتو الصيفي الخاص بالاتحاد الأفريقي لسه لغاية 31-8 ولو جبت اللاعب في شهر 9 يقدر يلعب دول المجموعات فلسه فيه خلال الفترة اللي جاية عموما هنشوف ماذا سيصفر هذا الملف خلال الساعات اللي جاية طيب نروح للترند المحلي ويكورة بلس بيأكد من خلال تصريح لمدير منتخب مصر محمد غرابة تيريزيجي خارج معسقر منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وتونس إصابة تيريزيجي بكسر في الضلع لن تسمح لي للمشاركة مع منتخبنا في أجندة شهر تسعة الكسر اللي تعرض له فيه للضلع مش هيدي مساحة أن يرجع بسرعة ويكون تيريزيجي موجود مع منتخبنا فيه الأجندة اللي جاية ألف مليون سلام عليك يا تيريزيجي للأسف بيجيب فترات طويلة جدا وكورة بلس النهاردة قلقت ضوء على مدة غياب محمود حسن تيريزيجي وقالوا غيابه هيكون لمدة شهرين خلال الفترة اللي جاية بعدما تعرض لكسر في الضلع بالجانب الأيصر من الصدر ألف مليون سلامة على تيريزيجي خلال الفترة اللي جاية طيب نروح بقى للترند العالمي والترند العالمي بيتكلمه على محمد صلاح كورة بلس بيقول محمد صلاح منفتح للانتقال إلى الاتحاد ولكن طيب ولكن إيه بقى ولا يزال النادي السعودي يحاول ضمه هذا الصيف رغم رفض المدرب يورجون كلوب لعدم توفر البديل المناسب في فريق ليفربول وأنا بأكد لكم خلاص بنسبة كبيرة جدا محمد صلاح مكمل مع ليفربول رغم أن فيه تقارير بتقول أن صلاح منفتح للانتقال للاتحاد ولكن صلاح عايز يحقق أرقام قياسية كبيرة جدا خلال هذا المسلم في الدور الإنجليزي فظل انتقال لعيبة مهمة للدور السعودي فالملعب مفتوح لي طبعا مش هيلعب دور الأبطال ولكن عايز يعمل حاجة في الدور الإنجليزي السنة طيب حساب بطولات بيقولوا محمد جدا السابق الكلام ده على عهودة محمد نور قال محمد صلاح التحادي بإذن الله بنسبة 75% سوف ينضم صلاح إلى التحاد جدا ده كلام محمد نور ولكن أشك لأن التصراحات في المملكة العربية السعودية ده من بتبقى تصراحات رنانة مش قريبة من الحقيقة ميسي هيجي على سبيل الأعارة وميسي أصلا في سكة تانية وبيلعب في إنتر ميامي في أمريكا ومش في سكته خالص إنه يلعب في السعودية حساب إيب إيل وورليد بيقولوا بالرغم من اهتمامات الاتحاد السعودي بالتعاقد مع صلاح إلا إن ليفربول ما زال ثابتا على موقفه محمد صلاح لاعب غير قابل للمساس وبالتالي ميكمل خلال الفترة اللي جاية في ليفربول الإنجليزي طيب نروح للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة بخصوص الدوري اقتراحاتكم الدوري أستاذ ياسر بيقول أنا أشوف دوري من دور واحد ثم دوري من دوري لتحديد البطل للفرق التسعة الأوائل ودوري من دوري لتحديد الهابطين للفرق التسعة من المركز العاشر للتمنتاشر كده نكون وفرنا على أقل سبعة مباراة لكل فريق حتى يتسنى بداية الموسم منتظم في شهر أغسطس مثل باقة دوريات تحياتي ليك وللبرنامج المحترم شكرا لك يا أستاذ ياسر أستاذ رمضان بيقول أفضل شكل للبطولة هذا المسلم دوري من دور واحد الرباع الأول يلعبه مع بعض لتحديد البطل وباعي مراجز التأهل للبطولات الإفريقية الرباع الأخير يلب على بطاية بقاءة واحدة والبقية وبطل القسم الأدنى وانحقق من نتاج لأي فريق سواف المقدمة وفي آخر الجدوى ليخضع للدورة المجمعة الناس كلها رايحة لدوري من دور واحد أستاذ عبدالله ردوان بيقول مساء الخير يا أستاذ محمد لازم يكون فيه مسم استثنائي ولازم الكل يضحي مش طرف واحد بس إذا لم يحدث هذا سنظل في هذا الموال كل مسم لكن النصيحة الأكبر أن الدوري يعود لأربعتاشر فريق مثل السابق كان هناك فترات راحة فترات إعداد ما بين المواسم كانت الأندية تلعب مطشطه الدية ما عندها خارجية محدش قادر ياخد القرار أستاذ محمد خليفة بيقول دوري من دور واحد برضو يصعد أول تسع يلعبه دوري من دور واحد التسعة الثانية يلعبه دوري من دور واحد عشان يهبط خمسة بحيث الدوري اللي بعديه الأندية تقل لستاشر كل فريق هيلعب خمسة وعشرين مباراة في الموسم الموسم الجديد بس سبتاشر نادي يبدأ في غصص ينتهي في مايو غير كده بنضرب القرى المصرية في مقتل الناس عارفة الحلول بس للأسف محدش قادر ياخد القرار مستر هشان بيقول أفضل حل دوري من دور واحد وبعدين ناخد أول ستة نعبد بيهم دوري من دورين نحدد بيهم بطل الدوري وآخر ستة نفس الكلام لتحديد التلات فرق الهبطين لدور المحترفين يعني الكل بيتكلم دوري من دور واحد بس هل نلعب باربعة ولا بستة ولا بتسعة بتختلف القراء أستاذ عبدالخالق بيقول يتلعب زي ما هو ونلغي قص مصر والربطة السنة دي يعني أستاذ عبدالخالق نلعب دوري ونلغي كل البطولات وجهة نظر أستاذ أستاذ صافي بيقول المفروض البطولة دي تتلعب من دور واحد أو يتعامل مجموعتين الأول والتاني من كل مجموعة يقابل أو يتقابلوا على النهائي وده أفضل الحلول غير كده البطولة مش هتكمل وده ممكن يحصل عشان أن ده أخرى ممكن تهبط يعني كل الناس مش عايزة دوري يتلعب من دورين دوري من دور واحد تصفية لتحديد البطل تصفية لتحديد الفريق اللي هيهبط عموما هنشوف اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاي قبل الختام محتاجين نطلع بخبر مهم جدا وصورة من معسكر الأهلي في النمسا طيب كابتن سمير عدلي والكابتن خالد بيبو زي ما قلت لحضراتكم من بارح رجعين أو رجعوا النهاردة خلاص والصورة دي في مطار القاهرة بعد الوصول بعد الترتيب لكل إجراءات معسكر الأهلي في النمسا وصلوا بسلامة الله وزي ما قلت لحضراتكم من بارح كل إجراءات المعسكر خلاص تم الاتفاق عليها وكان المفروض يرجعوا من بارح خلاص رجعوا النهاردة وذي صورة من مطار القاهرة بعد وصولهم وان شاء الله يوم الخميس أول التدريبات في مختار التتش تدريب صباح ومسائل خميس جمعة سبت حد الاتنين اللي جاي زي النهاردة الصفر للنمسا لخوض معسكر الإعداد في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة حالة كانت داسمة فيها أخبار كتيرة فيها انفراضات مهمة لكن غدا لقاء جديد وانفراضات جديدة في برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر